عندما يزداد التهميش وتصبح البطالة قاتلة هنا أمام مقر ولاية سيدي بوزيد تظاهر الشاب حسين الفالحي قبل أن يتسلق عمداً عمود كهرباء وتعبر 30 ألف فولت جسده سقط بعدها جثة هامدة أمام مئات المتظاهرين الذين حاولوا دون جدوى منعه من هذا التصرف لكن حسين تحرك بدافع اليأس بينما أكدت السلطات الحكومية الوفاة دون تأكيد الانتحار قبل حسين كان شاب آخر عاطل عن العمل قد أقدم على إحراق نفسه سيدي بوزيد تشهد منذ 19 من كنون الأول ديسمبر تحركات احتجاجية ومواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومواطنين يعربون عن غضبهم ليل نهار بسبب ارتفاع نسبة البطالة الاحتقان يتأجج إذن بينما تؤكد السلطات الحكومية أن المسيرة التنموية متواصلة في تونس وأنه لا يمكن التشكيك فيها إذ تعيش البلاد حالة استقرار نسبي منذ عدة سنوات لكن المتظاهرين في منطقة سيدي بوزيد ما زالوا ينادون بالإنصاف وبالحق في العمل والعيش الكريم شاعرين أن منطقة وسط تونس لم تلقى نصيبها من المشاريع التنموية على غرار غيرها من الجهات الداخلية وخلافاً للمناطق الساحلية هذه الأحداث تأتي بعد سلسلة اضطرابات في مناطق مجاورة لسيما فرديف بمحافظة قفصة التي تأوي حوضاً منجمياً ويؤكد العاملون فيها أن شركة الفسفات التي تشغلهم لم تفي بوعدها بخلق المزيد من الوظائف في الوقت الذي اشتعلت فيه أسعار الغذاء كذلك كانت صنامات قد اندلعت في رأس جدير حيث تبلغ البطالة مستويات قياسية